بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم كثير من الناس يتمنى أن يستيقظ في الثلث الأخير من الليل فلا يستطيع ويقول أحاول ولا أستطيع وكثير جدا من الناس يحاول أن يستيقظ لصلاة الفجر ولا يستطيع طبعا الذي يتضيع عليه صلاة الفجر يخسر خسارة فادحة جدا وعرض نفته لإسم عظيم جدا يوم القيام السلاة الفجر يجب أن تصلى حاضرا قبل أن توشق الشمس فإذا شقت الشمس فقد فات وقتها ويتحمل صاحبها إثما كبيرا نهيج بقى عن الذي يستيقظ ويسمع الأذان ولا يذهب إلى مسجد نحن نتكلم في ذلك قبل ذلك أن الذي يسمع الأذان ولا يذهب إلى مسجد بدون العذر في قلبه نفاق ويعرض نفسه لعدم قبول الصلاة سأقول له حضرتكم السنة عظيمة جدا لها مناقب لا تحصى وتجعلك تستيقص قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أخرج ابن مردوي عن عيشة رجل الله هنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بصورة ملأ عظمتها بابين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة والأخرى وزيادة ثلاثة أيام من قرأ الخمسة الأواخر منها عند نومه بعثاه الله من أي الليل شاء من قرأ الخمسة آيات الخمسة الأواخر منها عند نومه بعثاه الله من أي الليل شاء فقالوا بلى رسول الله قال سورة أصحاب الكاف يقوي هذا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير أواخر سورة الكاف أنا رجلا قال لابن عباس عبد الله بن عباس ردعانه قال له إني أدمر أن أستيقظ في آخر الليل لأصلي فتغلبني عيني فقال له إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فقرأ إذا أخذت مدجعك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد فذكر الإمام الدرامي فذكر الإمام الدرامي في مسنده أخبارنا محمد بن كثير عن الإمام الأوزاعي عن عبدة ابن زر بن حبيش زر بن حبيش إنه من كبار التبعين من قرأ آخر صورة الكهف لساعة يريد أن يقوم فيها من الليل قامها ده كلام زر بن حبيش يعني ابنه نقل عنه زر بن حبيش إنه من التبعين قال في قال عبدة تجربنا فوجدناه كذلك يعني معنى الكلام ده إنه زر بن حبيش وابنه عبدة جربوا وأنا جربتوا ذلك ولو لأني تأكدتوا من ذلك يعني نمت الساعة الوحيدة والنصر ليلا أو صباحا وكنت قرأت خواتيم صورة الكهف أنا عادة في كل ليلة بقرأ أول خمس آيات من صورة الكهف وآخر عشر آيات من صورة الكهف فأقول لحضرتكم لماذا ثم دعوت الله سبحانه وتعالى قلت يا رب اللهم أبعث روحي في الساعة سالسة ونصف ونصف ليه وصلي في جوف الله فاستيقصت لقيت نفسي فتحت فتحت عنينا فبصت في الساعة لقيت الساعة تلاتة وثلاثة وعشرين دقيقة يعني قبل المعادلة لأنا تربطه بسبعة دقائق يعني كنت نايم كنت نايم نمع بقر ساعتين دو ساعت لوحدي طبعا مش مستحيل كنت صدفة مستحيل دا يكون صدفة مستحيل اللي رواء ابن ماردوي اللي رواء اللي ذكروا الكرطبي والذكروا الامام الثعلابي أيضا وعن ابن عبدالرابد عباس والسجدوا الامام الدارمي وعن ابن كسير وعن عبدالب كل الناس ديت راوت هذا الحديث فقال فجربناه فوجدناه صحيح لو أنت صادق مع رب العميس سبحانه وتعالى ستستيقظ بإذن الله ستستيقظ حتى لو أنت مستيقظتش كنت صادق كنت صادق نومك يكون صدقة نومك يكون صدقة عليك وتأخذ السواب القائمين لأنك قصت بالأسباب وقرأت السواب تكون صادق مع رب العميس سبحانه وتعالى وما تقضيش الليل في لهو وفي معاصي هذا المنقبة الأولى كده في ملاقب كثيرة أخرى لهذه الآية أو لهذه السنة تقرأ فواتح صوت الكهف فواتح صوت الكهف ما هي الملاقب الأخرى أولا المنقبة الثانية يعطيك الله سبحانه وتعالى نورا عظيما يوم القيام وتعطيك اسمة من الفتن أخرج الأمام التبراني وهذا الحديث صححه ابن مردوي ابن مردوي من المحدثين من قرأ صورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة طب ديوم ديوم الإيامة ومن خرج ومن خرأ آخر عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضروا طبعا معروف أن صوت الكهف كلها من أول آخرها عصمة من كل الفتن ومن قرأها في يوم الجمعة عصمة من جميع الفتن إلى الجمعة الأخرى لكن محدش يكون بما يكون فيه صعوبا للناس كلها طيب مش هنقول للناس قرأوا صوت الكهف كلها كل يوم يكفيك أن تقرأ الفواتح والخواتم فالحديث يقول من قرأ آخر عشر آيات ثم خرج الدجال لم يضر يعني تحصم من فتنة الدجال وبالتالي تحصم من كل الفتنة لأن فتنة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحير ما من فتنة أعظم على وجه الأرض من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة من فتنة الدجال فتنة عظمة جدا لأن حيقتي يوم القيام حيقتي يعني قبيل الساعة وده من عشر العشر آيات الكبرى مع جنة ونار يا أمر السماء إنها تمطر فتمطر يا أمر الأرض إنها تطلع الكنوزة فتطلع يعني لذلك هتتابعوا مئات المليئين من الناس من الجهال ومن النصارى ومن اليهود وأكثر وأكثر ومتبعين هذا الرجل من النساء ففتنة عظمة جدا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يشوفه يجري منه وهرب منه ما يحاول شوقه قدامه واللي حافظ صورة الكف أو حافظ فواتح أواخر صورة الكف سيحصل منه يبقى أنت لما تقرأ أواخر صورة الكف مش بس هتصح في أي وقت من الليل أنت عايزه وتدرك السلسل أخير من الليل وصلاة الفجر حضرنا في المسجد لا نتعتعصن من جميع الفتن وتقعد حسنة من الظنوب والفتن ولما تقعد حسنة من الظنوب والفتن يبقى عدمات الجنة بإذن الله الحقيقة المنقبة الثالثة رزقر الأمام قرطبي وابنه كثير وغيرهم وغيرهم قال عمر بن الخطاب من قرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صليحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا وفع له نور كما بين عدن أبيا إلى مكة ده يوم الإيامة الآية الأخيرة دي بس ببالك بقى لما تقرأ آخر أشعرائيات هيكون أوقع هيكون أوقع يبقى أنت أدركت كذا منقبة يبقى أنت لما تقرأ طبعا الآية الحديثة ليس مقايدة بالزمن لذلك أنا صباحا ومساءا أقرأ فواتح سورة الكهف وخواتيم سورة الكهف وصباحا أقرأ فواتح سورة الكهف وآخر آية عشان آخر آية تكفيني عشان تديني النور النور العظيم اللي هو اللي بين عدن أديا ومكة لكن بالليلة أقرأ العشرة آيات حماية من الفتنة وعشان تسعيدنا على استيقاظ وتسعيدنا على استيقاظ طبعا أحب أن تقرأ العشرة تاني تاني صباح يقرأه ما فيش أي مشاكل يعني ما فيش حظر على قراءة صورة الكهف في أي وقت أو فواتح وخواتيم سورة الكهف في أي وقت لكن أقول لي التخفيف المقبل بعد كده قال عيه الصلاة والسلام البيت التي تقرأ فيه صورة الكهف لا يقرأ لا يطلوه الشيطان إذن لن يقرأ بك يا شيطان إذا قرأت الفواتح والخواتيم لماذا أقول لكم الفواتح لأن في حديث صحيح المهون التنميزي من قرأ أول ثلاث آيات من صورة الكهف عصمة من الدجال إذن فواتح صورة الكهف وفي رواية من حافظ آخر أول عشر آيات من صورة الكهف وفي آية من حافظ آخر عشر آيات إذن الفواتح والخواتم لكن الخواتم هي التي تأتيك النور للآخر آية تأتيك النور العظيم وآخر ثلاث آيات كما أسيد عبدالله عباس قال أو كما جاء في الحديث الزكرا بن مردوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن آخر خمس آيات يتقومك بالليل مراقبة عظمة جدا فإقرأ أول ثلاث آيات أو أول خمس آيات من صورة الكهف وآخر عشر آيات كل الليل تحفظ على هذا تستيقظ في أي ساعة من الليل شئت والله أنا أقول لكم قرأت يعني نمت الساعة ونصف بالليل بس كنت قارئ آخر عشر آيات من صورة الكهف وبعدما خلصت قلت اللهم أيقذني أو أبع سروحي الساعة ثلاثة ونصف سواحي حتى أوصل في جوف الليل فوجدته صحيحا واستيقظت فالتحت عناية وصلت في الساعة لقيت الساعة ثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة وزر بن حبيش أو عبيدة ابن زر بن حبيش قال نفس الكلام قال فجربناه فوجدناه صحيح فيبعز أن الكلام ده صحيح كلام ده صحيح بجاء شك كما قال عبدالله عباس إذا خاصت ما تجعك اقرأ آخر آآآ من قول فمن كان يرجو يقرأ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن اقرأ آخر ثلاثة آيات من قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلاكم كل لو كان البحر آسف لقل لو كان البحر مدادة لكلمتي ربي بنقول هنا كل لو كان البحر مدادة لكلمتي ربي لنفد البحر قبل أن تفتك الماتر ال thin malt الدول ذ هم تuntsدلاثة ثلاثة آيات من قول أن أقرأ العشرة ايات الاخيرة عزمة من الفتن كلها. فبعد ما تقرأ ثلاث ايات الاخيرة بس عشان تستيقظ وتوديك نور. لا. يقرأ كمان يقرأ العشرة ايات كل ليلة تبقى عزمة لك ليلة بليلة من الفتن. فتن فتت الدجال واي فتنة. يبقى حصانة من الفتن وحصانة من الزلوب. ودرء ايضا تقرأها تقرأها درءا للشيطان. لان الشيطان لن اقربك ولن يقربك. لو قرأ طفل بيت يبقى الشيطان يدخل البيت ان شاء الله. لان اللسان لو قرأ اي شيء اول واخره بازن الله كانه قرأ الشيء كله بنقوله كمان يعني ده حاجة ده حاجة فقهيا صحيحة انسان او عمل اخد من اول الشيء حتى في روايا ان اللسان استغفر اول الليل اول اليوم واخره وفر الله ما بين ذلك. يعني كانه استغفر طول اليوم. او كانوا واحد اصلا صلى اول اليوم واخره كانوا صلى الليل كله. فنزلك انا كل حضرتكم اقرأوا اول خمس ايات واخر عشر ايات. فعلا الناس اللي بتعاني من عدم القدرة على الاستيقاظ. طبعا لو حصل مرة يقول لي قاعدة استثناء. ان النصول صلى الله عليه وسلم مرة من مرات كانوا تعبنين هو صحابه والحديث صحيح. وكانوا بالهم تلات يام من اموش ودخلوا وكانوا في غزوها من الغزوات. وقال لي سيدنا بلاد صحيحنا. وصحوا بعد ما الشمس طلعت. وصلوا الفجر. ازنوا وصلوا صنة الفجر. يعني صلوا الفجر. وقال لهم نحن في مكان حضرانا فيه الشيطان. فكل واحد منكم ياخد باختام ناقته ونخرج من هذا المكان. عشان محدش يقولك انا جربت مرة. لا جربت مرة اثنين. اذا لو جربت مرة. او تالت تانية او تالت تانية حتى تتحقق. ربما اول مرة يعني ربما اول مرة ما تستقش. ليس معنا كأن الحديث غلط. لا. ربما انت مش صادق. لكن لو انت كررت المسألة يوم اثنين او ثلاثة. هتلاقي فين يوم التالي او التالت. لو انت صادق فعلا. ستتساقز. الحديث صحيح. ورسول صلى الله عليه وسلم لا تقعد الهوى. مسألة 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 عايزة صدق نية واسرار. فالاسرار ان انت حتى لو انت فشلت اول مرة تكرر تاني وتالت. ما تيقس. لان كل الاحاديث دي واللي حصل معي انا كانت تجربة شخصية. يعني اما نمت الساعة واحدة ونص. صلاقي نفس الساعة تلاتة ونص. لوحدي. وفي المعادل الزبط اللي انا طلبت من رب العمي سبحانه وتعالى. انه اه مش ممكن يكون صدف. مش ممكن يكون صدف. فانا هكتب لكم الكلام ده في الوصف. انساقوا هذا الكلام ونشروا نشر هذا العمي في ثوابنا عظيم من علم علما. اه فان الله هو اجر ومن عمل بيه من القيامة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليسألكم كل جديد وسعادون عشر السلام صباحة كل قولهات. استغفر الله.